تكريماً لأرواح الشهداء الأبرار وتضحياتهم ليبقى الوطن وتقديراً لما قدموه من أجل عزة وكرامة سوريا أزيح استطاروا عن نصب تذكاري لشهداء سوريا الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لتراب الوطن في كلية الفنون الجميلة الثانية في محافظة بحضور شخصيات رسمية وشعبية تم تجهين لوحة بكلية الفنون الجميلة بعنوان لوحة تذكارية للشهداء السويداء وهذه اللوحة تعبيرية وفاءً لشهدائنا الأبرار وأغفاناً منا ومن الطلبة على متابعة مسيرة الشهداء حتى تحقيق النصر هذه الحالة التعبيرية التي شاهدناها تنم عن الارتباط الإنسان السوري في بيئته من خلال تطويعه لأصعب مكونات البيئة وهي البازل وأقول الأجمل من ذلك أن ما شاهدناه وما دشناه اليوم هو اللوحة التي تمثل رمز كبرية الوطن المتمثلة بنصب الشهداء وهذه حالة رمزية نحن نقدم فن صورة حضرية لهذه البلد نتمنى فقط الرؤية لهؤلاء الطلاب الفرسان الحقيقيين لهذه الكلية اللي عبتبني لأنه أنا عندي جيشين بهذا الوطن الجيش لحماية هذا الوطن وعب يقوم بواجبه وعندي جيش الطلبي هي اللي عبتبني هذا الوطن الضيوف اطلعوا على عددا من الأعمال النحتية للطلاب إضافة إلى معرضا لعددا من اللوحات الفنية والتشكيلية وتم توزيع شهادات لطلاب الكلية تقديرا لأعمالهم الإبداعية طلاب رسموا بأناملهم معاناة بلد لم ولن يستطيع الإرهاب تدمير معالمه الحضارية ليبقى منارة الحضارة والعلم والتميز